أشدقائي العزاء صباح الأنوار صباح السرور صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا مشئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان عراقي جنتي الأخت عراقي جنتي من أهالي بغداد منطقة المنصور الأخت تقول قبل أن أبدأ بالموضوع أريد أن أقدم جزيل الشكر والإمتنان لسيد وزير الداخلية وكل العاملين في وزارة الداخلية والذين ساهموا بتطبيق قانون محاربة المحتوى الهابط تقول أن أتعجب على هاي الناس مدهمهم مصلحة العراق سمعة العراق بس تهمهم المادة تقول هذا النكرة اللي يسمونها يقولون عليها سيد هو هو تقول سيدي إيش هذا مرة يطلع ينكت نكات ويضحكون عليها مرة مع راقصات مرة مع فلان شيء مع فلان شيء تقول متنوع مرة يلبس قطري ويطلب من حكام الخليج أن يطوه سيارة ويمكن أنطوه تقول مرة يعني مهزلة مهزلة هو عبارة عن قرقوز تقول قرقوز أنا أقترح على السيد وزير الداخلية أن يخليه بعربانه وبقفص ويفره بأزقة بغداد بشوارع بغداد يفتر بالمناطق المنصورة الكرادة العظمية الكاظمية كل مناطق بغداد البيع كل مناطق بغداد يفروا بيها حتى يكون عبرة لمن أعتبر هذا ما يفيد السجن شنو جاي يقرأ قرآن احنا شنو علاقتنا به هاي العلاقة الدين بين الإنسان وبين خالقه والباقي عليك استاذ ندري بك أنت يعني إن شاء الله تكفي وتوفي وممنونة منك احنا ممنونين منك بنتي العزيزة عراقي جنتي أنا أشكرش لأن أنت تتواصلين ويأنا مو بس أنت العائلة أيضا كلكم هسا نجي لموضوعنا أنا أيضا همات مثل ما أنت قدمتي الشكر الجزيل لسيد وزير الداخلية احنا هم نقدم كل الشكر والتقدير لسيد وزير الداخلية والعاملين بالوزارة من أعلى رتبة إلى أقل رتبة كلهم وخاصة اللي يشتغلون الآن على محاربة أو أي محاربة أو تقليل أو إدانة المحتوى الهابط اللي على مواقع التواصل الاجتماعي نجي على هذا النكرة هذا النكرة اللي يقول الآن سيد أولاً اللي يجب عليه أن يعرف الدين هو علاقة بين الإنسان وخالقه أنت بينك وبين الله تقوم تصلي صلاة الليل صلاة الظهر صلاة الصباح تصوم الثنين والخميس تصوم تلتيام البيض تصدق ليش يقولون تصدق صدق بيمينه سبعة يظلهم الله في ظلة يوم لا ظلة إلا ظلة من عدهم رجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله يعني تطيب إيدك اليمنى اليسرى ما تشوفه أنت جاي متخال للقرآن على المخدة وجاي تقرأ وعاوج خلقتك إحنا مو شفناك مو شفناك إحنا ببقية المواضيع اللي تطلع بيها أنت تافه لا والله مو تافه أتفه التافهين أنت أنت نكره أنت حثالة الحثالة أنت قذارة القذارة أنت نجاسة النجاسة شنو أنت لازم القرآن وجاي تقرأ شنو عود حتى نقول عليك هذا خوش آدمي هذا مؤمن مو شفناك بالصيف وشفناك بالشتة وبعدين إحنا شنو علاقتنا بي كتة تقرأ ما تقرأ قرآن تصوم ما تصوم ما لنا علاقة بيك إحنا نريدك على السياق العام السلوك اليومي بالمجتمع أنا شا علاية بي كتة تصلي تشتف تصلي بالسبيل تتوجه للقبلة ما لنا علاقة بيك تصوم ما تصوم ما لنا علاقة تسوي لحية ما تسوي لحية تلبس لك خرقة تخليها على راسك تقشمر نعوداني سيدة بالرسول الله أنت وين تربيت يعني هذا عمرك هذا عمرك بل ثلاثين سنة أكثر خمسة وثلاثين وين قضيته ما تخجل من تطلب سيارة من حكام الخليج هي صحة الخليج أخواننا إحنا والخليج كنا أخوة بس مو عيب تطلب وين تعفف وين نفسك مو عفيفة نفسك مو كريمة زين أهل البيت تتقول أنا سيد أجدادك الرسول والأأمة الأطهار كانوا يطلبون مو متحففين مو يشدون الطابوق الصخر على بطونهم ينامون يعني شنو أنت ما تقول لي من يامل لأنت وهسا جاي تطلب العفو ما عفو أنا أيضا هماتين أقول للسيد وزير الداخل يا رجاء 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 أخوي رجاء من مواطن يحبكم أريد هذا الشخص تخلوه بعرب أنا ما تدفع وبقفص وتفرون بيه بغداد كلها حتى يصير عبرة للنكرات البقية شوف كم نكرة عندنا كل هذولة تلموهم ماكو داعي للسجن سجن شنو سجن سنتين لا أخليه بعربانة وأفره يومية ببغداد حتى من التفال ومن الضرب يموت ونخلص من هالقذارة هذي كافي يا هولت حاج يقول لك سلطة ماكو دولة ماكو دولة ما بيها خير دولة فاهية دولة فكاكة يا وان الداخلية وزارة الداخلية فكاكة وزارة الداخلية ما بيها خير ليش وش ليش جين مي خالف حكومة ماكو وزارة الداخلية مو قوية فلان شي ماكو جين الله وين الله شلون قلولي الله شلون ها اللهم ماكو يعني انتذا اذا تقول وزارة الداخلية مو قوية مي خالف او مي السامعة جين الله شلون انتو حتى من الله ما تخافون انتو نهائيا ما عدكم اي ذرة ذرة من الغيرة ماكو وما ريد اطول عليكم يسعد صباحكم ونقولكم عاش العراق ومع الف السلامة اشتركوا في القناة